هذه ليست المرة الأولى التي يدع فيها ذلك الخبر من الأوساط الرسمية الروسية إنما أين الدليل؟ فكرة أن الروس يقولون منذ فترة أن الولايات المتحدة تحضر لعمل كيميائي وسوف تتهم فيه روسيا البينة على من ادعى أين الدليل؟ أين الصور؟ بالفعل البروباجاندا أو الحرب الإعلامية هي جزلة تجزة من العمليات الحربية سواء كانت الحرب باردة أم ساخدة فهناك بحر من الاتهامات المتبادلة بين روسيا والغرب ولكن الفرق الشاسع بين الموقف الروسي والموقف الغربي ينحصر في وجود البراهين والدلة والوقايع للإدم والإطلاع لا تمتلك روسيا الاتحادية لأسلحة كيميائية إطلاقا حيث تم التخلص منها والقضاء عليها تحت الإشراف الدولي بموجب معاهدة تم توقعها بين روسيا والولايات المتحدة في نفس الوقت الولايات المتحدة لم تتخلص من الأسلحة الكيميائية لحد الآن هذا أولا ثانيا الولايات المتحدة هي دولة وحيدة في العالم ليتك يا سيد سيرجي أن تستفيد بعض الشيء في هذه المعلومة أنت تقول لنا الآن كانت هناك اتفاقية بين موسكو وواشنطن بموجبها تخلصت روسيا تماما من أي أسلحة كيميائية بينما الأمريكان لم يقوموا بذلك اعطينا تفاصيل أوفة يا سيد العزيز التخلص من الأسلحة الكيميائية تم بإشراف الخبراء الدوليين من منظمة حد من الأسلحة الكيميائية سنة كام؟ في أي سنة؟ سنة 2008 طيب تقريبا يعني تقريبا نعم وهذا موثوق وهذا تم الاعتراف عليه دوليا وقانونيا وحتى على مستوى المنظمات الدولية فيما يخص الخبرات التي مرت عليها الإنسانية الولايات المتحدة هي دولة وحيدة التي استعملت فعلا الأسلحة الكيميائية في اليابان مرتين ضد مدينتين نقاساكي وهيروشيما في الخمسة وأربعين نعم ويستعملت الأسلحة الكيميائية فعلا في حربها ضد البيتنام هذا أمر غير مؤكد هذا أمر غير مؤكد هذا مؤكد وموثوق وتم تحطيب البنية التحطية مئات ومئات من ألاف اللاجار ربما أسلحة متقدمة إنما غير نووية وحضرتك عسكري وتعلم أكثر من نمياني كيميائية كيميائية نعم كيميائية اسمها أجنت أورنج وهذا موثوق ثالثا هناك مختبرات عسكرية كيميائية أمريكية كانت تتواجد في أرادة أوكرانيا وعددها يزيد على 20 وهذا موثوق معترف عليه دوليا تم سحبها إلى عام الماضي وهناك مختبرات عسكرية تابعة لبنتغون توجد في بعض دول أخرى وهذا موثوق معترف عليه دوليا فعندما نتكلم عن اتهامات الغرب باستخدام روسيا أو تغطيتها أو يعني أي خيطة باستخدام الاسلاء الكيميائية لا أساس أبدا لمثل هذه الاتباد هذا هو الكف بكفة معانا الكيميائية طيب ترجمة نانسي قنقرات ترجمة نانسي قنقرات ترجمة نانسي قنقرات